أمر آخر رسالة إلى الجيش الوطني الشعبي وقيادته عليه أن يتحلى بروح المسؤولية في هذه المرحلة بالذات لأنها مرحلة صعبة وأول مستهدف في هذه المرحلة هي المؤسسة العسكرية لست عسكري في وسطهم ولن أكون أحرص على الجيش من ضباطه وقيادته وأبنائه أبدا نحن من بعيد فقط نتحدث وكنا يوماً ما أبناء هذه المؤسسة وأعتز ونفتخر أننا كنا أبناء هذه المؤسسة ونريد الحفاظ على هذه المؤسسة كما نهضنا دفعة لاكوست وبيادقها من قبل ودفعنا الثمن غالي على السلطات في المؤسسة العسكرية أن تواصل عملية تطهير المؤسسة العسكرية من أذناب العصابة وأصحاب الأجندات الخارجية الذين يخدمون هذه الأجندات يجب مواصلة عملية التطهير التي بدأها وشرع فيها منذ فترة الفريق أحمد قيد صالح رحمة الله عليه يجب مواصلة هذا الأمر وأيضاً التحقيق الشفاف وفق آليات وتقديم المعلومات الموثقة أثق إلى الرأي العام حتى يطمئن لإثبات كذب الكاذبين ونفي إدعاءات المدعين وضحظ إفتراءات المفترين ورب مكائد الكائدين